أعزائي طلبة الصف الثاني السنوي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة هنتكلم في حساب المسلسات اتكلمنا في حساب المسلسات كان في حلقة سابقة قبل كده وكان في قاعدة الجيب اتشرحت قاعدة الجيب هنشوف تطبيقات المسائل اللي بتيجي على قاعدة الجيب ونركز قوي في القوانين الأساسية لقاعدة الجيب هفكركم بيها وبعدين أحل المسائل بتاعتنا احنا عندنا حاجة هم مهمة جدا في قاعدة الجيب أن الأضلاع بتتناسب مع جيوب الزواء المقابلة لها يعني ممكن في المسلس ألف به جيم بس تنتج أن ألف شرطة علجة ألف بتساوي به شرطة علجة به بتساوي جيم شرطة علجة جيم ودي كانت بتساوي اتنين نقل دي علاقة عرفنا حاجة تانية مهمة جدا ممكن أنا أجمع مقدمات النسب دي وأقول إن ألف شرطة زائد به شرطة زائد جيم شرطة على جا ألف زائد جا به زائد جا جيم هنا دي بتساوي مقدار ثابت ممكن أكتب المقدار الثابت ده اتنين نقل وممكن أكتبها ألف شرطة علجة ألف أو به شرطة علجة به أو جيم شرطة علجة جيم لكن فيه نقطة مهمة جدا أنا عارف إن محيط المثلث لو فردت أنا المحيط باتنين ح يبقى عارف إن ألف شرطة زائد به شرطة زائد جيم شرطة دي بتساوي اتنين ح يبقى ممكن أشيل الكلام اللي فوق ده واكتب قداله محيط المثلث مقسومة على جا ألف زائد جا به زائد جا جيم دي بتسوي مقدار ثابت أي مقدار ثابت ممكن أقول ألف شرطة على جا ألف هنا به شرطة على جا به جيم شرطة على جا جيم وهكذا نشوف مع بعض المسائل بتاعتنا هنا السؤال الأولاني بيقولك اختر الإجابة الصحيحة فمديني مسلس سين صدعين مسلس متساوي الأضلاع مسلس متساوي الأضلاع يبقى قياس كل زاوية من زاوية تعتبر ستين درج طول ضلعه عشرة جزر ثلاثة سنتيمتر فإن طول قطر الدائرة الخارجة لهذا المسلس بيساوي كويس المسلس متساوي الأضلاع يبقى كل زاوية من زاوية بتعتبر ستين درج طبعا هنا الأضلاع بتتناسب مع جيوب الزاوية المقابلة لها يعني ممكن أقول هنا وهو كان متديني طول الضلع بتاع المسلس ولو هيكون ألف شرطة ألف شرطة بتساوي عشرة جزر ثلاثة سنتيمتر كويس لكن احنا بنتفقنا على اساس ان ايه ان ألف شرطة على جا ألف بتساوي اتنين نقر طيب هنا طول الدلع كام عشرة جزر ثلاثة يبقى بقول اذا عشرة جزر ثلاثة على قياس الزاوية كام كل الاضلاع المسلس متساوية يبقى قياس كل زاوية من زاوية ستين درجة يبقى بقول على جا ستين دي بتساوي ايه؟ بتساوي اتنين نقر طب هو طلب مني ايه؟ هنا بيقول لي في السؤال اختر الإجابة الصحيحة هنا المسلس سين صدعين متساوي الاضلاع طول دلع عشرة جزر ثلاثة فإن طول قطر الدائرة الخارجة طول قطر ما قالش نصف القطر يعني هنا بدل هنا يبقى ديه السين شرطة يبقى هنا السين شرطة على جا ستين يبقى عشرة اتنين نقر بتساوي نخلي بالنا اتنين نقر بتساوي شرطة الكسر هي عشرة جزر ثلاثة لكن جا ستين بيكان بجزر ثلاثة على اتنين يبقى جزر ثلاثة تحت فوق اتنين هذا اقتصر جزر ثلاثة مع جزر ثلاثة يبقى هنا اتنين نقر بتساوي عشرين يبقى قطر الدائرة المرة برؤوس المسلس بيساوي عشرين سنتيمتر ده اللي هو السؤال الاولان نشوف السؤال الثاني عندي بيقول لي بيقول لي في اي مسلس يكون جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به بيساوي نوعات ومديني اربع اقتيارات طبعا هنا في الاقتيارات الاولى كان مديني هنا طول القطر خمسة ولا عشرة ولا خمستاشر ولا عشرين يبقى الاجابة الرابعة هي عشرين طول القطر عشرين دلوقتي هنا في السؤال الثاني بقى مديني حاجة مهمة جدا في اي مسلس ألف بيجيم يكون جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به بتساوي نوعات طب نفكر مع بعض ونشوف حاجة مهمة جدا يعني ايه جا ألف زائد به احنا عندنا مجموعة زوائل مسلس 180 درجة يعني ألف زائد به زائد جيم بيساوي 180 درجة طيب هاخد هنا ألف زائد به في الطرف الايمن وهودي الجيم في الطرف الايسر هتقول لي بتساوي 180 نقص جيم كلام جميل لو أثرت هنا على الطرف الايمن بيجا وأثرت على الطرف الايسر بيجا ما عصالش أي تغيير يبقى جا ألف زائد به بتساوي جا 180 نقص جيم طيب يعني احنا عايزين نطلع بعلاقة مهمة من هنا مجموعة زوائل مسلس 180 درجة عندي زاويتين مجموحهم 20 60 مثلا طيب جا 60 بكام أقول إن هنا لو عندي ألف زائد به بتساوي 60 درجة فانعارف إن جا 60 بتساوي جزر 3 على 2 كلام جميل طيب الزاوية الثالثة إيه ما أنا عندي زاويتين مجموحهم 60 يبقى الزاوية الثالثة قياسة كام 120 درجة طيب بقى هنا جيم ب120 كلام جميل يبقى هجيب جا 120 ما هو واحد يقول لي اللهم هجي 120 برضو بجزر 3 على 2 طيب إيه اللي استفادوا من الحتة دي إن جا الزاوية بيساوي جا المكملة جا الزاوية بيساوي جا المكملة يعني اللي بتوصل مجموحها لمية وتمانين درجة يعني إذن هنا هنا كذبنا إن جا ألف زائد به إن جا ألف زائد به اهيه بتساوي قلنا جا 180 نقص جيم يبقى المكملة بتاعتها جيم يبقى ممكن أقول إن جا ألف زائد به بتساوي جا جيم يبقى خلاص دي الحلقة المهمة يبقى هنا عشير جا ألف زائد به وحطك بدلها جا جيم لكن فيه حتة نقطة مهمة أنا اتكلمت فيها في الأول خالص قلنا الأضلع بتتناسب مع جيوب الزاوية المقابلة ليه يعني ممكن أقول إن ألف شرطة على جا ألف بتساوي به شرطة على جا به بتساوي جيم شرطة على جا جيم كل ده بيساوي إيه؟ بيساوي مثلا كاف مقدر سابق لكن هو طلب مني إيه؟ طلب مني جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به يعني هو طلب مني جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به كويس؟ نجي نبص مع بعض إحنا قلنا لسه قايلين إن جا ألف زائد به بتساوي جا جيم كلام جميل يبقى جا جيم على جا ألف زائد جا به كويس؟ نيجي من العلاقة اللي أنا كاتبها فوق إن ألف شرطة على جا ألف بيساوي به شرطة على جا ألف بتساوي جيم شرطة على جا جيم بتساوي كاف يعني إيه من هنا؟ يعني ممكن أقول إن جيم شرطة بتساوي كاف جا جيم طيب وهنا واحد تاني يقول لي الله طبعا أنا ممكن أقول حاجة تانية أقدر أقلب النسب دي كلها وأقول إن هنا عندي في النسب بتاعتي إن جا ألف على ألف شرطة بتساوي جا به على به شرطة بتساوي جا جيم على جيم شرطة برضو دي بتساوي كاف يعني قدر مقوله ان جا ألف بتساوي خلي بالا خغطي دول جا ألف على ألف شرطة بتساوي كاف يبقى جا ألف بتساوي ألف شرطة كاف وجا به بتساوي ايه جا به بتساوي به شرطة كاف وجا جيم بتساوي ايه وجا جيم بتساوي جيم شرطة كاف طب نيجي نبص مع بعض هنعوض هنا هنشيل جيم ونحط بدلها ايه جيم شرطة كاف يبقى كتبت جيم شرطة كاف على هنا هحط بدل جا ألف ألف شرطة كاف وحطت بدل جا به به شرطة كاف نوصل هنا واحد يقول لي هنطلع كاف مشترك يبقى نقدر نقول ان جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به دي بتساوي ايه جيم شرطة كاف على كاف مشترك تحت في ألف شرطة زائد به شرطة لو شطبت الكاف مع الكاف اصبحت دي جيم شرطة على ألف شرطة زائد به شرطة نشوف الاجابات طبعا اجابات كلها تبقى متقربة فهنا مديني هنا الاجابة بيقول لي ان يكون جا ألف زائد به على جا ألف زائد جا به بتساوي واحد ولا جيم شرطة على ألف شرطة زائد به شرطة فعلا جيم شرطة على ألف شرطة زائد به شرطة يبقى الاجابة بتاعتي هي به وليست جيم اللي هي ألف شرطة على بي شرطة جيم شرطة وليست دال اللي هي بي شرطة على ألف شرطة زائد جيم شرطة مهم جدا يبقى أنا بمشي عادي وبعدين ببدأ بعد ما حل أدور الإجابة بتاعتي موجودة في ضمن الإجابات اللي فيها اختيار ولا مش موجودة لو مش موجودة أرجع نفسي مش أبص في الإجابات وأقول حادي بادي ما ينفعش الكلام ده في رياضي نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي إيه بيقول لي فيه المسلسين صادعين إذا كان قياس زاوية سين 80 درجة وقياس زاوية صاد 60 درجة وعن شرطة 16 نحط البعينات دي قدامنا مديني قياس سين قياس سين بتسوي كام بتسوي 80 درجة وقياس صاد بتسوي 60 درجة ومديني هنا عن شرطة بتسوي 16 سنتيمتر هو بيقول لي فإن سين شرطة بتسوي هو طلب مني سين شرطة خلاص أنا حافظت الشغل بتاعي ده بعرف الآتي إن سين شرطة على جاسين طبعا بتسوي سات شرطة على جاساد بتسوي عن شرطة على جاعي كويس هنا مديني عن شرطة طب ما أنا عندي هنا سين شرطة عايز هو عايز مني سين شرطة لكن سات شرطة ما تتزمنيش أنا عندي مجموعة هات زاويتين دول وترحهم من 180 يعني بقول 180 درجة ناقص مجموع 80 وستين 140 ناقص 140 هات ساوي 40 درجة كويس يبقى أنا عندي عن شرطة وعندي عين يبقى أنا واضح النسبة اللي في النص دي ما تلزمنيش هاخد النسبة الأولى والنسبة الثالثة النسبة الأولى سين شرطة على جاسين جاسين بيكان بـ 80 يبقى بول جا 80 بتساوي عن شرطة اللي هي 16 على جا عين جا 40 هو طلب مني سين شرطة طب ما أنا هعمل إيه هسابس سين شرطة وهضرب طرفي المعادلة في جا 80 يبقى بقول سين شرطة بتساوي 16 جا 80 على جا 40 بعملية مش صعبة نشوف الاختيارات هل الاختيار ده موجود ولا مش موجود هو فعلا هنا الاختيار الاولاني بيقول لي ان سين شرطة ب16 جا 80 على جا 40 هو فعلا الاختيار الصح 16 جا 80 على جا 40 لكن الاختيارات التانية مش ممكنة لانها 16 جا 80 على جا 60 غلط 16 جا 40 على جا 80 غلط 16 جا 80 على جا 40 غلط يبقى شوفنا الاختيار من المتعدد ببدأ حل عادي وبعد كده ببدأ اشوف الاجابة بتاعتي هل موجودة ولا مش موجودة لو مش موجودة برجع حلي واحاول احل لمرة تانية نشوف برضو سألتين هنا اسئلة المقال بقى بيقول لي مديني مسلس ألف بهجيم فيه قياس ألف 60 درجة وألف شرطة سبعة جزر ثلاثة اوجد محيط ومساحة الدائرة المرة برقوس المسلس طالب حاجتين محيط ومساحة الدائرة طب ايه البيانات اللي عندي؟ مديني ألف شرطة بسبعة جزر ثلاثة ألف شرطة بتسوي سبعة جزر ثلاثة سنتيمتر كويس ومديني قياس ألف بيساوي ستين درجة كلام جميل طب هو عايز ايه؟ هنا نصف قطر الدائرة عشان اجيب محيط الدائرة عشان اجيب محيط الدائرة يبقى محيط الدائرة يبقى محيط الدائرة اتنين باي نق مساحة الدائرة باي نق تربية وهو مديني باي باتنين وعشين عن سبعة تاني يبقى هنا بيقول لي مسلس ألف بهجيم فيه قياس ألف ستين درجة وألف شرطة سبعة جزر ثلاثة أوجة محيط ومساحة الدائرة المرة بقوس المسلس ألف بهجيم وباي باتنين وعشين عن سبعة خلاص أنا في علاقة بتقول لي أن ألف شرطة على جا ألف بتسوي اتنين نق كلام جميل لكن أنا عايز نق يبقى نق بتسوي هنا ألف شرطة بكام بسبعة جزر ثلاثة خلي بالك أنا أقسم طرفي المعادلة على اتنين يبقى هنا في اتنين تحت جا ألف بجا ستين جا ستين بجزر ثلاثة على اتنين جزر ثلاثة تحت واثنين فوق الجزر ثلاثة مع الجزر ثلاثة الاتنين مع الاتنين بقى تنق بسبعة يبقى أصبحت نق عندي بتسوي سبعة سنتيمتر طب هو طلب محيط الدائرة محيط الدائرة محيط الدائرة اتفقنا بنقول ايه باي اتنين باي نق كلام جميل اتنين زي ما هي الباي باتنين وعشرين على سبعة النق بكام بسبعة السبعة مع السبعة يبقى بتسوي أربعة واربين سنتيمتر طب مساحة الدائرة مساحة الدائرة بتسوي ايه باي نق تربية كويس طب ما هنا بتسوي الباي باتنين وعشرين على سبعة النق بكام بسبعة سبعة تربية بتسعة واربعين السبعة مع التسعة واربعين فيها السبعة سبعة في كده بمية أربعة وخمسين سمتي متر مربع كلام سهل جدا كلام بسيط يبقى أنا لو حافظ قوانيني فسهل جدا أستفيد من قاعدة جيب التمام في حل أني جبت نصف قطر الدائرة وبدأت حال نشوف سؤال تاني سؤال تاني بيقول لي قلب به جيم مسلس فيه قياس ألف ستين وقياس به خمسة واربعين أثبت أن ألف شرطة إلى جيم شرطة بتسوي جزر ستة إلى اتنين إلى جزر تلاتة زائد واحد يعني عايزين نجيب النسب بين أطوال أضلع المسلس يعني هو مديني زاوية تاني بضروري أجيب الزاوية التالتة طيب نشوف مع بعض هو مديني قياس زاوية ألف قياس زاوية ألف بتساوي ستين درجة ومديني قياس زاوية به بتساوي خمسة واربعين درجة يقبل مفروض أجيب قياس زاوية جيم مجموع زاوية المسلس 180 درجة يعني أجمع الزاويتين ألف واترحهم من 180 أشان نجيب قياس جيم قياس جيم بتساوي واضح أن هنا هقول 180 درجة ناقص مجموع دول بمية وخمسة درجة كويس يبا هنا هطرح هتقول لي 75 درجة يبا إذن قياس جيم ب75 نجي لمشكلة القياس جيم ب75 طبعا أنا عارف الزاوية الخاصة الثلاثين والستين والخمسة واربعين والتسعين والحاجات دي يبا بأدور على زاويتين من الزاوية الخاصة دول مجموحهم 75 واحدة يقول لي إيه هنا ممكن أقول 45 واربعين وتلاتين خمسة واربعين وتلاتين آه خمسة وسبعين يبا أنا بحد صح يبا نقدر نجيب الجا خمسة وسبعين بروح كاتبها إنها جا خمسة واربعين درجة زاوية تلاتين درجة كويس لكن أنا عارف إن جا ألف زاوية به بفكها إزاي كنت بقول إنها جا ألف زاوية به بجا جتا زاوية جتا جا جا جتا زاوية جتا جا طيب هنا مع بعض كده يبا واضح إن هنا هقول جا 45 جتا 30 جتا 45 جا 30 برضو هنقول حاجة سهلة هنا واحد يقول لي أنا حافظ إن جا 45 بتسوي جتا 45 بتسوي واحد على جزر 2 طب وناخد دي مشترك أقول له إن أخوتها مشترك يبا هنا هناخد كده هنا قلنا الجا 45 بتسوي جتا 45 بتسوي واحد على جزر 2 يبا بكتبوا هنا واحد على جزر 2 مشترك فتحت قوس جتا 30 جتا 30 بجزر 3 على 2 يبا بروح كاتب هنا جزر 3 على 2 زاوية جا 30 بنص كويس وصلنا لدي واحد يقول لي ما اتطلع على 2 برة مشترك تقبأ إيه آه ممكن أكتبها إيه واحد على 2 جزر 2 في جزر 3 زاوية 1 دي اللي هي جا 75 لكن أنا عرفت هنا عايز النزب بين أطول أطلع المسلح يعني عايزين ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة طب نشوف مع بعض هنكتب إيه واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نقول هنا إن جا ألف إلى جا به إلى جا جيم بتساوي اللي هي ممكن إيه هنصفهم بتساوي إيه وبعدين نتفاهم جا ألف جا ستين بجزر 3 على 2 كويس إلى جا به جا 45 بواحد على جزر 2 إلى جا جيم قلنا 1 على 2 جزر 2 في جزر 3 زائد 1 خلاص طبعا هنا عايز أخلي المقامات دي واحد يعني المقام واحد واحد يقول لي اضرب إيه هنا هنضرب الكل في 2 جزر 2 لأن 2 جزر 2 هي المقام الموحد للكل هنجرب كده يبا هنا المقام كله أصبح 2 جزر 2 يبا عندي دي بتساوي خلي بالك ضربت هضرب بسطا ومقاما في 2 جزر 2 وحدت المقامات يبا هنا المقام أصبح 2 جزر 2 خلي بالك 2 جزر 2 على 2 بجزر 2 هضرب جزر 2 في جزر 3 بتديني جزر 6 إلى هنا هخلي المقام 2 جزر 2 تحت بفوق وتحت هضرب هنا في 2 هنا المقام جزر 2 أصبحت دي اللي هي جزر 3 زائد 1 على 2 جزر 2 لكن دي نسب يعني ممكن هنا أما أضرب كله في 2 جزر 2 راح أدي راح أدي راح أدي واضح النسب دي تقب lleva بيه بتساوي ألف شرطة إلى به شرطة إلى جيم شرط لأن النسب بين أضلع المسلس ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة هي بتسوي النسبة بين جا ألف إلى جا بيه إلى جا جيم أنا جبت جا ألف إلى جا بيه إلى جا جيم ساوتها من ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة هل السؤال إجابته كده نشوف مع بعض بيقول لي هنا إذا كان ألف به جيم مسلس فيه قياس ألف ستين وقياس به خمسة واربعين إثبت أن ألف شرطة إلى بيه شرطة إلى جيم شرطة بتسوي جزر ستة الى اتنين الى جزر ثلاثة زائد واحد فعلا لو بصينا الاجابة هنا جزر ستة الى اتنين الى جزر ثلاثة زائد واحد يبقى ايه احنا فعلا صح كده بنمشي خطواتنا بمنتهى الهدوء المسائل سهلة بس قوانين يا ابا حافظها لو حافظ القوانين صح يبقى سهلة جدا احل مسألتي زي ما شوقنا مع بعض نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي هنا اوجد محيط المسلس البيجيم اذا كان الف شرطة بتساوي سبعة سنتي وبه شرطة بتساوي تمانية سنتي وقياس زاوية الف بتساوي ستين درق هنا دلوقتي ده عايز يجيب محيط المسلس اشان اجيب محيط المسلس يبقى محتاج اعرف اطوال اضلاع التلات طب هو مديني ايه في البسألة مديني الف شرطة كان مدهالي بتساوي سبعة سنتي ومديني به شرطة كانت بتساوي تمانية سنتي ومديني ايه ومديني قياس الف بتساوي 60 درج يبقى واحد هيفكر على طول يقول لي الله طبعا عندي هنا ألف شرطة وعندي قياس ألف وعندي به الشرطة يبقى ممكن أجيب قياس به صح ممكن أجيب قياس به يبقى هنا هكتب العلاقة بتاعتي أنا حافظ أن ألف شرطة على جاء ألف بتساوي به الشرطة على جاء به طبعا عايز أجيب جاء به يبقى إذن هعمل إيه إذن جاء به بتساوي أبدل دول مكان بعض واحد يقول لي ممكن أقول لي هي به الشرطة على ألف شرطة في جاء ألف صح يبقى جاء به بتساوي به شرطة بتمانية ألف شرطة بسبعة في جاء ألف جاء ستين بجزر ثلاثة على اتنين يعني ممكن دي بتساوي أربعة جزر ثلاثة على سبعة نخلي بالنا هنا دلوقتي هدوس هنا في الآلة هحط بكتب شفت صين شفت صين وبدخل هنا أربعة جزر ثلاثة على سبعة واقفل القص بتاعي وبعد كده بدوس على علامة الدرجة شفت صين فهتديني هنا الزاوية بالدرجات أما دوس بالدرجات هتطلع الزاوية بقيها الزاوية ب عندي بتساوي بتساوي كام؟ بتساوي 81 درجة و47 دقيقة و12 ثانية هي بجيبنا قياس زاوية ب ثاني يبا هنا اداني قياس طول الضلع ألف شرطة وطول الضلع ب الشرطة وقياس زاوية ألف يبا جبت قياس به لكن أنا هنا طلب في السؤال بتاعي نركز مع بعض بيقول لي أوجد محيط المسلس ألف به جيم الحد الزاوية كلمة حد الزاوية يبا هنا واضح أن زاوية كلها قياسها أقل من 90 درجة إذا كانت ألف شرطة وبه شرطة وقياس ألف طيب إحنا جبنا قياس به طب ما ناقصني أجيب قياس جيم ماشي نجيب قياس زاوية جيم قياس زاوية جيم واضح أن مجموعة زاوية المسلس 180 درجة يبا 180 درجة ناقص قياس ألف زائد قياس به يعني هتقبل ناقص خلي بالك 12 ثانية و47 دقيقة 81 هجمعها على الستين يبا 141 هطرح الكلام ده من إيه من 180 واحد يقول لي أنا بستخدم الآلة واحد يقول لي الآلة البطارية فضيت في الامتحان يبا هنحل إيه على أساس أنك أنت بطاريتك فضيت في الامتحان أو الآلة فصلة يبقى بحل حل عادي أنا باخد هنا بستلف من المية وتمانين درجة الدرجة بستين دقيقة ويستلف من ستين دقيقة درجة تبقى هنا واضح أنها ستين ثانية وبعدين تسعة وخمسين دقيقة وبعدين هنا مية تسعة وسبين درجة ناقص اتناشر دي سواني 47 مية واحد واربين هنطرحاتي واحد يقول لي هنا اتناشر من العشرة ادي هنا تمانية واحد يبقى 48 وبعدين سبعة من التسعة فيها الاثنين واربعة من الخمسة واحد اتناشر درجة طبعا تمانية واربين ثانية واثناشر درجة بعد كده واحد من التسعة يبقى تمانية واربعة من السبعة تبقى ثلاثة يبقى جبنا قياس زويت جين طب هو عايز محيط المسلس كلام جميل محيط المسلس بيسوي إيه لسه كاتبينه احنا عرفنا ان هنا ان الف شرطة زائد به شرطة زائد جيم شرطة على اللي هو جا الف زائد جا به زائد جا جيم بتساوي مقدار سابت مقدار سابت اللي هو ممكن اقوله اللي هو الف شرطة على جا الف ليه قلت الف شرطة على جا الف لان عندي قيمة الف شرطة وعندي قيمة جا الف يبقى هنا وصلنا لأننا جبنا الزوايا يبقى هعمل إيه طب ما ألف شرطة زائد دي شرطة زائد جيم شرطة دي باتنين حا يبقى هروح كاتب فوق اتنين حا اللي هو محيط المسلس اتنين حا على جا ألف اللي هي جا ستين درجة زائد جا به اللي هي جا واحد وثمانين درجة وسبعة واربعين دقيقة واثناشر ثاني زائد جا جيم نخلي بالنا جا جيم جا جيم بكام هنا طلعناها تمانية وثلاثين درجة جا تمانية وثلاثين درجة واثناشر دقيقة وثمانية واربعين ساني كل ده بيساوي ألف شرطة ألف شرطة بكام يا جماعة ألف شرطة كانت بسبعة وجا ألف بجا ستين كويس كل ده المحيط هو طلب هنا أوجد محيط المسلس أوجد محيط المسلس الحد الزواية طبعا هنا المسلس حد الزواية عشان نجيب محيطه نخلي بالنا ساين ستين زائد ساين بي اللي هي واحد وثمانين درجة وبعدين بدوسها عضل دي سبعة واربعين واثناشر وبكتب ساين برضو اللي هو الجيم اللي هي تمانية وثلاثين درجة واثناشر دي او ثمانية واربعين سانية خلاص دخلنا الكلام ده كله بضربه في سبعة بضرب الكلام ده سبعة وقسم على ستين طبعا هنا أما بضرب الكلام ده في سبعة وقسم على ستين كل الكلام ده يبس سبعة جا ستين اللي هي جز لتلاتة في اتنين اما دخل ده في الآلة وطلعه هيطلع اتنين ربعمية اربعة وسبعين من عشر تلاتين طبعا كله برضو ده في الآلة واضح ان محيط المسلس هيطلع بالتقريب عشرين سنتيمتر مهمة جدا مسألة مهمة يبقى هنا جبنا المحيط عن القاعدة اللي قلناها في اول حاجة قلنا قاعدتنا عندنا مهمة جدا ان الف شرطة زائد بيه شرطة زائد جيم شرطة علاجة الف زائد جابيه زائد جيم بتساوي مقدار ثابت يبقى هنا المقدار الثابت اللي هو معلوم عندي الف شرطة علاجة الف عوضت عنها وحليه نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي ايه الف بيجيم مسلس متساوي الساقين فيها الف شرطة بيساوي به الشرطة وقياس زاوية الف خمستاشر درجة ومحيطه خمسة وعشرين اوجد مساحة الدائرة الممرة برؤوس المسلس تاني مسلس متساوي الساقين يعني مديني الف شرطة بيساوي به الشرطة ومديني قياس زاوية الف بتساوي خمستاشر درجة طيب وبعدين والمحيط المسلس محيط المسلس بيساوي خمسة وعشرين سنتيمتر وطلب مني مساحة الدائرة دائرة يبقى محتاج طول نصف كترة لو عايز مساحة الدائرة يبقى محتاج طول نصف كترة طب ايه العمل هنا دلوقتي احنا بسمي الف شرطة يبقى اللي بتقابله زاوية الف طب هنا الف شرطة بيساوي به الشرطة طب هنا قياس زاوية الف خمستاشر درجة طب ما الف شرطة بيساوي به الشرطة يبقى قياس زاوية به برضو خمستاشر يبقى انا عرفت قياس الف وقياس به طب ما اجيب قياس جيم قياس جيم مجموعة زاوية المسلس كان مية وتمانين درجة قياس زاوية جيم هتقول لي اه بتساوي مية وتمانين ناقص خمستاشر وخمستاشر لانه الف بخمستاشر وبيه بخمستاشر يبقى تلاتين درجة يبقى هتديني 150 درجة يبقى زاوية جيم 150 درجة لكن انت بطالب مني مساحة الدقيرة يبقى انا عايز اجيب طول نصف قطرها وهو مديني المحيط كمان طب ما نحافظ انه محيط المسلس خلي بالك معايا محيط المسلس على جا الف زا ات جا به زا ات جا جيم كنا بنقول الكلام ده كله بيساوي اتنين نقل كلام جميل طب محيط المسلس كام 25 على جا الف ما الف بخمستاشر يبقى على جا خمستاشر زا ات جا خمستاشر لان بيه بخمستاشر زا ات جا 150 برضو اتأكد الكلام ده كله بيساوي ايه اتنين نقل طبعا واحد يقول لي الله طب ما انا عندي هنا جا 150 طبعا اتأكد ادي 15 و15 و30 و150 و180 دول مجموعة زاوية المسلس طب من هنا اقدر اجيب قيمة نق هي بنق عندي بتساوي طبعا هنا هقسم طرفي المعادلة على اتنين هتقول لي هنا 25 على اتنين في جا خمستاشر زا ات جا خمستاشر زا ات جا 150 طبعا هنا بستخدم الالة بتاعتي وطلع طول نصف القطر ما جاء طلع نقول نصف القطر بتاع الدائرة هيطلع طول نصف القطر هتطلع من هنا نصف القطر بضرب 3 و14 من 100 في نق مطلحة باستخدام الالة هتديني هنا 474 سنتيمتر مربع يبقى نق تربيع طبعا دي المساحة لا هنا اللي هي بتاعت مساحة الدائرة طبعا هنا القانون اللي استخدمناه بلو ان الف شرطة زا بيه شرطة زا جيم شرطة على جا الف زا جبه زا بيه جا جيم كانت بتساوي اتنين نق مرة قلت اتنين نق ومرة قلت الف شرطة على جا الف ووضح ان هنا على حسب المسألة بتاعتي بشتره نشوف سؤال تاني سؤال تاني بيقول لي ايه بيقول لي ألف بهجيم مسلس فيه جا ألف زائد جا بهزائد جا جيم بتساوي 32 من المية ومحيطه عبارة عن 56 و 88 من المية أوجد مساحة ومحيط الدائرة مساحة ومحيط الدائرة المال ربقوسه طبعا احنا اتفقنا ان هنا مدام عايز مساحة ومحيط الدائرة يبقى ضروري أعرف طول نصف كترة طب نوصل مع بعض هنا إيه البيانات اللي عندي مديني جا ألف وجا به وجا جيم ومديني المحيط كلام جميل يبقى واضح من هنا على طول مباشرة أنا حفظت العلاقة دي كل مرة أنا عارف ان محيط المسلس محيط المسلس مقسوم على جا ألف زائد جا به زائد جا جيم كان بيساوي 2 نقل هو مديني محيط المسلس كام؟ مديني محيط المسلس 56 88 80 من 100 سم ومديني ايه تاني؟ مديني محيط المسلس مديني محيط المسلس ومديني جا ألف زائد جا بيه زائد جا جيم بـ 2 و 37 من مية على 2 و 37 من مية ده كله بيساوي 2 نقل لو قسمت ده على ده هتديني 24 سم كويس ده مين؟ 2 نقل لكن هو طلب مني ايه؟ اجيب اوجد مساحة ومحيط الدائرة طيب ما أنا عايز اجيب نقل؟ يبقى نقل بتساوي 24 على 2 بتساوي 12 سم طيب هنا محيط الدائرة محيط الدائرة محيط الدائرة محيط الدائرة حافظينه بتساوي ايه؟ 2 باي نقل واحد يقول لي ما احنا عندنا اتنين نقل 24 يبقى بقول انها 24 باي سم سنتيمتر عايزين مساحة الدائرة مساحة الدائرة مساحة الدائرة حافظينها باي نقل تربية طيب كويس طيب ما احنا عندنا نصف القطر كام؟ اتناشر اربع على اتناشر يبقى 144 يبقى 144 باي منساش سنتيمتر مربع طبعا هو لو اداني باي ب 22 على سبع هعوض عن باي ب 22 على سبع اداني باي ب 13 من 100 بعوض عن باي ب 13 من 100 ما قالش بسيبها باي زي ما هي كده هتاخد الدرجة كاملة كده هتاخد الدرجة كاملة نشوف سؤال تاني سؤال مهم جدا ان الناس بتبقى مستعجلة فيه وبيحصل فيه غلط نشوف السؤال بيقول ليه بيقول لي هنا قلب بيه جيم مسلس فيه قياس قلب بيساوي طولتين قياس بيه بيساوي نصف قياس جيم هنا وطول نصف قطرة دائرة المرة برقوصه 10 سنتي اوجد مساحة المسلس عايزين نجيب مساحة المسلس دلوقتي ايه البيانات اللي عندي مديني قياس الف الى بيساوي طولتين قياس زاوية بيه بيساوي هنا نصف قياس زاوية جيم ومديني هنا طول نصف قطرة دائرة المرة برقوصه نق بتساوي ايه 10 سنتيمتر واحد يقول لي احنا حافظين مساحة المسلس مساحة المسلس بتساوي نصف حاصل ضربة ايضا العين في جيب الزاوية المحصورة بينه يعني مساحة المسلس عندي مساحة المسلس بتساوي ينصف الف شرطة بيه شرطة جاي جيم او بتساوي نصف بيه شرطة جيم شرطة جاي الف او بتساوي نصف هنا الف شرطة جيم شرطة جاي بيه طبعا عندي مساحة المسلس نبدأ نشوف الأول نوضب كلامنا عشان عملية الحل هي المهم واضح ان هنا قياس زاوية ألف بيساوي تلتين قياس به وقياس زاوية ألف بتساوي نصف قياس جيم يبقى هنا هجيب العلاقة كلها بدلالة قياس زاوية ألف يعني اقدرواications ان قياس به بتساوي واحد يقول لي قياس ألف تلتين به يبقى قياس به تلاتة على اتنين ألف يبقى تلاتة على اتنين قياس زاوية ألف كلام جميل قياس زوية ألف بسوي نص قياس جيم وقياس جيم بتسوي اتنين قياس زوية ألف كويس لكن أنا عارف أن مجموعة زوايا المسلس 180 يعني قياس ألف زائد قياس به زائد قياس جيم ب180 يعني نقدر نقول من كده قياس ألف زائد قياس زوية به زائد قياس زوية جيم كل ده مجموحهم بسوي 180 درجة كلام جميل طب ألف هي ألف بقياس ألف زي ما هي قياس ألف زي ما هي تنزل لكن هنا ب 3 على 2 ألف ب 1 ونص قياس زوية ألف وقياس زوية جيم قد ألف مرتين ب 2 قياس زوية ألف كل ده بسوي 180 درجة طب نجمع أدي 2 و 3 ونص ودي 1 أربعة ونص أربعة ونص قياس زوية ألف أربعة ونص قياس زوية ألف بسوي 180 درجة طب أنا عايز قياس ألف يبقى قياس زوية ألف بسوي 180 درجة درجة الاربعة ونص يعني 9 على 2 يبقى فوق في هنا التسعة طب خلي بقى لك 9 على 2 يبقى في 2 على 9 التسعة مع المية وتمانين في هالعشرين يبقى دي بتسوي 40 درجة قياس ألف باربين يبقى قياس ألف بتسوي 40 درجة حلو قياس به قياس به بتلاتة على اتنين قياس ألف يبقى قياس به تلاتة على اتنين في قياس زوية ألف يبقى يعني 3 على اتنين في 40 يبقى الاتنين مع الاربعين يبقى هتقول لي فيها الكام فيها العشرين تبقى 60 درجة طب قياس جيم قد قياس زوية جيم قد ألف مرتين يبقى واضح انها بتسوي 80 درجة نجمع كده 40 و 60 100 180 درجة طيب هو طلب مني ايه؟ في السؤال بتاعي هنا طلب ومديني نصف خطر الدائرة بيقول لي هنا اوجد مساحة المسلس ألف بهجيب عايزين نجيب مساحة المسلس ألف بهجيب طيب واحد يقول لي الله طب ما احنا عندنا هنا ان ألف شرطة على جا ألف بتسوي به الشرطة على جا ب بتسوي جيم الشرطة على جا جيم بتسوي اتنين نقل كلام جميل طيب ألف شرطة على جا ألف ممكن اجيب هنا ألف شرطة اقول له اه ماشي نجيب ألف شرطة يبقى ألف شرطة بتسوي اتنين نقل اللي هي عشرة في جا ألف اللي هي عشرة جا أربعين يبقى عشرة في جا أربعين كويس طب به شرطة بتسوي ايه به شرطة احنا قلنا به شرطة بكام بستين كهاز به ستين بتسولي عشرة في جا ستين درجة عشرة جا ستين سهلة بالنسبة لي عشرة في جزر تلاتة على اتنين اتنين مع العشرة يبقى فيها الخمسة جزر تلاتة وبرضو هجيب جيم شرطة طب يبقى انا عشان اجيب مساحة المسلس نخلي بالنا مساحة المسلس عندي هتقبق ايه مساحة المسلس مساحة المسلس بتسوي نص حاصل ضرب دلعين في جيب ازاي والمحصولة بينهم وانا هنا هاخد الدلعين الف شرطة وجيم شرطة وحط بدلهم خياس به اللي هي بستين يبقى بقول انها الف شرطة في جيم شرطة في هنا طبعا في جاء به اللي هي بستين طبعا هنا ما عوض عن نص والف شرطة وجيم شرطة طبعا كلهم بدلالة نق طبعا هنا هتقبق فيها خلي بالك اللي هي طبعا هنا ايه احنا قلنا الف شرطة بعشرة جا أربعين وبه شرطة بخمسة جزر ثلاثة يبا هنا عشرة في خمسة بخمسين جزر ثلاثة جا أربعين يبا دي في خمسين جزر ثلاثة جا أربعين مضروبها في جا ستين جا ستين بجزر ثلاثة على اتنين طيب هنا ايه الجزر 3 في جزر 3 بتلاتة 3 في 50 بمية وخمسين يبقى 150 على اتنين جا 40 طبعا باستخدم الالة اتطلع مساحة المسلس بتجيني باستخدام الالة يبقى هنا تقريبا بتطلع 110 سنتيمتر مربع استخدمت الالة ازاي طبعا هنا اللي هو عندي خلي بالك في اتنين كمان يبقى هقول 150 على اربع في صين اربعين باستخدم الالة بدوس بتجيني الاجابة تقريبا 110 سنتيمتر مربع شوفنا الفكرة سهلة ما فيقاش مشكلة نشوف فكرة تانية ونشوفها نحن لها ازاي السؤال التاني كان بيديني مسلس الف به جيم فيه 6 جا الف بتسوي 4 جا بيه بتسوي 3 جا جيم ومحيطه 45 اوجد الف شرطة وجيم شرطة نيجي بقى نبص مع بعض مديني نسب 6 جا الف بتسوي 4 جا بيه بتسوي 3 جا بيه فواحد يقول لي الله انا عندي العلاقة بتقول لي جا الف على الف شرطة وليست الف شرطة جا الف طب هنا بدور على العدد يقسم الاعداد دي كلها طبعا هقسم كل ده على كام واضح هنا على 12 ليه عدد بيقبل اسمه على التلاتة والاربعة والستة هو الاثناشر هنقسم مع الاثناشر هتقول لي هنا جا الف ستة هقسم هنا على 12 بتسوي 4 جا بيه على 12 بتسوي 3 جا جيم على 12 كلام جميل الستة مع الاثناشر يبقى فيها اتنين يبقى جا ألف على اتنين بتسوي جا به على تلاتة بتسوي جا جيم على اربعة كواس دي النسب بين اطوال اضلاع المثلث يعني يقول ان ألف شرطة بتسوي اتنين كاف وبه شرطة بتسوي تلاتة كاف وجيم شرطة بتسوي اربعة كاف طب مجموعة اطوال اضلاع المثلث بيديني المحيط طب هو مديني محيط المثلث 45 محيط المثلث 45 يعني الكلام ده كله ب45 يعني ألف شرطة زائد به شرطة زائد جيم شرطة دي بتسوي 45 كلام جميل طب نجمع بقى اتنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة كاف بتسوي 45 يبقى ايزا الكاف بتسوي 5 طب ما انا ممكن اجيب اطوال لأطوال على المثلث يبقى ألف شرطة بتسوي كاف ألف شرطة اتنين في خمسة بعشرة ألف شرطة بتسوي 10 سنتيمتر وبه شرطة الله تلاثة كاف يعني هنا به شرطة بتسوي 15 سنتيمتر طب وجيم شرطة أربعة كاف وجيم شرطة بتسوي 20 سنتيمتر هو طلب مني ايه لو جمعته دول يطلعوا 45 10 و 15 25 25 25 45 هو طلب مني ألف شرطة وجيم شرطة ألف شرطة قل له 10 وجيم شرطة قل له 20 طبعا المسألة مهمة مسألة ممكن هي دي مسألة امتحان جات في امتحانات أكتر من مرة هي بفكرتها زي ما شفنا بنحل زي كلام ساهل جميل نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي في أي مسلس ألف بهجيم إذا كانت نق هو طول نصف قطر الدائرة المرة برؤوس المسلس إثبت أن مساحة المسلس ألف شرطة بالشرطة جيم شرطة على 4 نق بتساوي ألف شرطة تربية جابه جاجيم على جا ألف وبعدين نشوف الكلام ده هنا في المسلس إذا كان نق هو طول نصف قطر الدائرة المرة برؤوسه عايزين مساحة المسلس طيب إحنا عندنا العلاقة بتاعتنا بتقول لي إيه إن ألف شرطة على جا ألف حفظناها بتساوي به شرطة على جا به بتساوي جيم شرطة على جا جيم كل ده بيساوي اتنين نق كلام جميل وعندنا هنا مساحة المسلس بتساوي إيه مساحة المسلس ألف به جيم نصف حصل ضربة أيضا الآن في جيب الزيب المحصولة بينهم يعني بممكن أقول إنها نصف هنا ألف شرطة به شرطة في جا جيم خلاص لكن هو في المطلوب بتاعي عايز ألف شرطة به شرطة ومش عايز جا جيم عايز جيم شرطة عايز جيم شرطة طب ما أنا أجي من العلاقة دي وأعمل الآتي أهو هاخد دي قدامي إن جيم شرطة على جا جيم بتساوي اتنين نق كلام جميل طب أنا عايز جا جيم هطلع دي مكان دي هبدل دول يعني إذن جا جيم بتساوي جيم شرطة على اتنين نق حل هاجي عوض هنا يبقى هشيل هنا الجا جيم وحط بدلها جيم شرطة على اتنين نق يبقى مساحة المسلس ألف بهجيم بتساوي أدي نص ألف شرطة بهشرطة جا جيم بقى هحط جيم شرطة على اتنين نق طب نضرب البسط كله ببعضه هتقول لي ألف شرطة بهشرطة جيم شرطة على أربعة اتنين في اتنين باربعة نق هو ده المطلوب آه هو ده المطلوب نبص كده مع بعض بيقول لي في أي مسلس ألف بيجيم إذا كان نق هو طول نصف قطرة دائرة المرة برؤوسه مساحة المسلس ألف شرطة بهشرطة جيم شرطة على أربعة نق فعلا ألف شرطة بهشرطة جيم شرطة على أربعة نق لكن في مطلوب تاني قال لي ألف شرطة تربية في جا بي في جا جيم على جا ألف طب ازاي نشوفه ازاي برضو هنا عندي برضو هنا المسألة إن مساحة المسلس عندي بتسوي ايه مساحة المسلس ألف به جيم كنا بنقول نص ألف شرطة بهشرطة جا جيم خلاص لكن هو المرة دي عايز ايه بيقول لي عايز أثبت إن مساحة المسلس بتسوي ألف شرطة تربيع جا بي في جا جيم على جا ألف طب نبص إيه الموجود ألف شرطة موجودة خلاص أنا مش عايز بهشرطة ولا عايز جا جيم طب هنعمل ايه دلوقتي هنشوف القاتي احنا عندنا برضو القاعدة بتاعتنا إن ألف شرطة على جا ألف بيساوي بهشرطة على جا بي بيساوي جيم شرطة على جا جيم كويس طب نيجي هنا بقى منبص مع بعض هنجيب هنا جا به بتساوي إيه جا به جا به هاخد الحتتين دول مع بعض جا به بتساوي إيه جا به بتساوي هطلح هنا بتساوي بهشرطة جا ألف على ألف شرطة كويس طيب هنا وعايز تخلص من الجيم الجيم بتساوي إيه طب ما هنجيبها برضو بدلالة إيه به بدلالة ألف وهاخد الأولى والتالتة يبقى هتقول لي هنا إن جيم شرطة على جا جيم بتساوي إيه بتساوي برضو هنا ممكن أقول إنها ألف شرطة على جا ألف وعوض عن الكلام ده طب نبص إزاي هنعوض عن الكلام ده نبص مع بعض واحد يعني يقول لي إيه لا أنا ده كله بيساوي مثلا كاف نقول له ماشي يبقى هنا أنا قلت إن مساحة المسلس اللي هي بتساوي ألف به جيم بتساوي قولنا نص ألف شرطة به الشرطة جا جيم خائس طب ما هنا أهي ألف شرطة على جا ألف بتساوي به الشرطة على جا به بتساوي جيم شرطة على جاة جيم كل ده بيساوي اللي هو ايه كان طيب نشيل بقى البه الشرطة طيب به الشرطة يبقى هنا اهي هنشيل البه الشرطة wind 행وا بمساحة المسلس اهي ألف به جيم بتساوي شلنا البه الشرطة هنحط إيه بدلها هنا فيه نص ألف شرطة اهي نص ألف شرطة شلت البه الشرطة حطيت مكانها إيه به الشرطة هتبقى ألف شرطة جا به به الشرطة بتساوي جا ب في ألف شرطة على جا ألف وهكذا حوض عن جا جيم هتطلع مساحة المثلث عندي اللي هي بتساوي نص ألف شرطة تربيع في جا ب جا جيم على جا ألف أعزائي الطلبة احنا طبعا شوفنا مع بعض مجموعة كبيرة من الأفكار والمسائل وإلى أقاف حلاقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته